السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصحاب عاملين ايه وحشتوني جدا ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل فيديو جديد وهناخد فيه حاجة جديدة زي ما تعودنا في كل فيديو طب يا سنة أولى النهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن حاجة جديدة خالص أولا احنا عندنا حاجة أولاد اسمها ايه؟ اسمها جملة مش احنا قبل كده عارفنا ان فيه حاجة اسمها جملة وحاجة اسمها سؤال جملة يعني انا بخبرك فيها عن حاجة بقولك فيها عن حاجة زي مثلا نقولك ايه انا ذهبت الى المدرسة اليوم انا كده بعرفك ان انا عملت حاجة ولا باسألك سؤال برافو لأ انا بعرفك ان انا مثلا ايه؟ رحت المدرسة النهاردة قابلت صحابي اكلت صندوقت شادي عملت كل الحاجات دي طيب لما اجي مثلا اسألك بقى سؤال طيب مش كل حاجة يا أولاد احنا بنعملها او اي سؤال بنسأله بيبقى ليه طريقة معينة احنا بقى النهاردة يا سنة اولى هنعرف ازاي نعمل سؤال الدرسة بتاعنا النهاردة اسمه ايه سنة اولى؟ كيف تضع سؤالا؟ اسمه ايه سنة اولى؟ كيف تضع سؤالا؟ قلنا الدرسة بتاعنا النهاردة اسمه ايه سنة اولى؟ اسمه كيف تضع سؤالا؟ طيب اول حاجة سنة اولى؟ انا قلت لكم زي ما قلت لكم الاول ان احنا عندنا حاجة اسمها جملة وعندنا حاجة اسمها إيه؟ سؤال طيب الجملة دي عندنا حاجة كمان يا أولاد لازم نهرفها اسمها علامات التركيم وطبعا علامات التركيم دي كتيرة جدا بس إحنا النهار دي هناخد منها حاجتين مهمين جدا يا سنة أولى إيه هما؟ أول حاجة اللي هي الإيه؟ النقطة اللي هي الإيه؟ النقطة طيب النقطة دي بتبقى عاملة إزاي؟ آه هي سنة أولى تمام؟ هي دي نقطة كده في آخر إيه؟ الجملة طيب هي إيه أصلا؟ هي نقطة توضى عند نهاية الإيه؟ الجملة توضى عند نهاية الجملة يبقى هي بتتحطي فين يا سنة أولى في نهاية الإيه؟ الجملة مثال أنا لاعب ماهر أنا لاعب ماهر طيب يا ميس أنا كده هحطي إيه؟ هحطي إيه سنة أولى؟ هحطي نقطة أنا كده حطيت إيه سنة أولى؟ حطيت نقطة علشان ده ايه دي جملة مش سؤال طب يا سنأولى عندنا حاجة كمان اسمها علامة الاستفهام شكلها بيكون ازاي سنأولى كده شكلها بيكون ازاي كده هي دي علامة الايه الاستفهام طيب علامة الاستفهام ده انا بحطها فين او بتكون فين بتكون في نهاية السؤال بتكون في نهاية الايه السؤال طيب السؤال ده يا ولاد اسموه اسمه استفهام اسمه إيه؟ استفهام طيب يعني إيه سؤال أصلا؟ يعني إيه سؤال؟ سؤال يا أولاد يعني أنا بسألك عن حاجة يعني أنا بسألك عن إيه؟ عن حاجة زي ما أقولك مثلا زي ما أقولك مثلا إيه؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ أنا دلوقتي بسألك بقولك إنت إزاي بتروح المدرسة؟ واحد فيكو هيقول لي أنا باجي بالبعربية واحد هيقول لي أنا باجي على رجلي واحد هيقول لي انا بجي بالباص كل حد فيك وهيقول لي حاجة معينة صح؟ طيب طب يا ولاد أدوات الأسئلة بقى اللي احنا هنعملها دي هنستخدمنيها أدوة واحدة بس لا يا ميس هقولك ان انا عندي أكتر من أدوة والحاجات الأدوات دي اسمها ايه سنقولها اسمها أدوات الاستفهام أدوات الاستفهام طيب هتقول لي يا ميس او انت هتسألني سؤال وتقول لي ان احنا نستخدم كل الأدوات في سؤال واحد بس هقولك لا كل حاجة وليها استخدام وكل أدوات استفهام وليها ايه استخدام طيب ايه هي أدوات الاستفهام يا سنة أولى هي ما وماذا ومن وهل أين متى كيف كم ولماذا كيف وكم وليه ولماذا يبقى ما وماذا من وهل أين ومتى كيف وكم ولماذا هي دي أدوات الاستفهام بتاعتنا طيب استخدامهم كلهم واحد يا ميس هقولك لا زي ما قلنا قبل كده ان كل أدوة وليها الاستخدام بتاعها كل أدوة وليها الايه الاستخدام بتاعها طيب أول أدوة معانا النهاردة هما اتنين مع بعض ما وماذا ما وإيه وماذا طيب ما وماذا دين أنا باستخدامهم فين يا سنة أولى للسؤال عن غير العاكل ركز معي في الحتة دي أوي للسؤال عن غير الايه العاكل إزاي مس يعني مثلا أنا شايف حاجة قدامي ممكن أسأل سؤال وقولك إيه ما هذا بس هسألك عن حاجة غير عاكل يعني إن فهي أقولك ما هذا تقولي هذا معلم هقولك لأ عشان المعلم ده إيه عاكل المعلم ده إيه عاكل لكن أنا ما وماذا ما وماذا باستخدمهم للسؤال عن غير الايه العاكل ما وماذا باستخدمهم للسؤال عن غير العاكل يعني مثلا زي ما أقولك كده ما هذا ما هذا تقولي إيه هذا قلم ما هذا تقولي إيه هذا قلم طيب لما أجأسألك سؤال تاني أنا كده سألتك الأول وقلتلك ما هذا سألتك قلتلي إيه ما هذا قلم طيب القلم ده عاكل ولا غير عاكل لا ده غير عاكل يبقى يستخدم معا إيه ما طيب لما أجأسألك سؤال تاني وقل لك ايه ماذا تفعل فانت هتقول لي ايه اذاكر دروسي انا كده سألتك قلتلك انت بتعمل ايه ماذا تفعل قلتلي ايه اذاكر دروسي طيب يبقى احنا عندنا ياولا ما وماذا نركز مع بعض كويس جدا ما وماذا للسؤال عن غير العاقل زي ما قلنا كده ما هذا انت بتسألني ايه ده او ما هذا اقول لك ايه هذا قلم زي ما تقول لي ماذا تفعل اقول لك ايه اذاكر دروسي تاني اداة من ادوات الاستفهام معنا النهار ده سنقولة وهي من وهي ايه من وركز معايا كويس جدا في النطق انا قلت ايه من انا قلت ايه من ما قلتش من ما قلتش ايه من قلت من الميم سنقول عليها فتحة مفتوحة دي كده اداة الاستفهام طب لو حد فينا بقى جانا طاقه وقال من من ده ايه اولاد احنا بيراك اللي اتنين شبها بعض كويس جدا بس هي بتفرق في ان من دي ميم مفتوحة ودي اداة استفهام للسؤال عن الفاعل الايه العاقل لكن لو قلت من احنا عارفين ان من حرف ايه حرف جر فركز معي ان هي اسمها ايه من ان هي ايه من طب من دي انا بستخدمها الايه سنقول للسؤال عن الفاعل العاقل احمد محمد محمود حسن سندس فريدة انا بسألك عن حد عاقل للسؤال عن الفاعل الايه العاقل زي ايه مثلا هقولك مثال هنا من هذا من هترد علي وتقول لي ايه هذا معلم هترد علي وتقول لي هسا اقول يا هذا معلم هذا احمد هذا حسن تمام طيب لما سألك سؤال تاني هقولك من يلعب في الحديقة من يلعب في الحديقة هتقول لي ايه احمد يلعب في الحديقة هنا سؤال سألت من الميم عليها فتحة وقتلك مين يعني زي ما اسألك كده اقولك مين اللي بيلعب في الحديقة فانت قلتلي ايه قلتلي احمد يلعب في الحديقة يبقى عرفت يا ميس ان من للسؤال عن الفاعل الايه العاقل يبقى ما ومازل عن غير العاقل من للسؤال عن الفاعل الايه العاقل وتركز كويس جدا يا سنقولة في الحتة دي عشان ما نتلغبطش ان شاء الله طيب يا سنقولة ثالث حاجة معانا النهاردة وهو ايه الادات الاستفهام اللي معانا النهاردة وهي ايه هل طيب حال دي انا بسأل فيها عن ايه سنقولة لما انا بسألك عن مضمون الجملة المثبتة يعني ايه يعني مثلا هقولك يا سنقولة انت شربت اللبن النهاردة انا كده بسألك انت شربت اللبن النهاردة هتجاوب علي ازاي طيب يا سنقولة حال دي احنا عارفين ان ليه هاجبتين محددتين لا إما بنجاوب بنعم نعم شربت اللبن اليوم أو لا لم أشرب يبقى أنا بجاوب لسهال دي بسألها للسؤال عن إيه؟ عن مضمون الجملة الإيه؟ المثبتة طيب بجاوب عليها بإيه يا مس؟ بجاوب عليها لازم أجاوب عليها بنعم أو لا لازم أجاوب عليها بنعم ده شرط أساسي أو إيه؟ أو لا مثال مثلا معي أقولك هل هذا فلاح؟ هبص كده هشوف هو ده فلاح ولا لا؟ آه نعم يبقى أنا كده أثبت إنه هو إيه؟ فلاح عشان هو فعلا إيه؟ فلاح طيب لما أسألك سؤال تاني هل هذه تلميذة؟ دي تلميذة؟ هل هذه تلميذة؟ هتقل لي إيه؟ هبص كده لا دي مش تلميذة فهتجاوبني وتقول لي إيه؟ لا هتجاوبني وتقول لي إيه؟ لا يبقى السؤال بهل يا ولاد لازم اجاوب عليه بنعم او لا يبقى السؤال بهل تاني اجاوب عليه بايه بنعم لو انا هزبط الجملة دي او اكد صحتها يعني بلا لو هي لا او مش هاكد صحتها طيب رابح حاجة معانا وهي ايه اين زي مثلا ما جي كده في يوم واسألك اقولك اين كنت امس انت كنت فين مبارح انا كده فهمت ايه ان انا بسألك عن المكان اللي انت كنت فيه اين كنت امس انت كنت فين مبارح كنت في النادي كنت عند جده كنت في المدرسة انا كده سألتك عن المكان اللي انت كنت فيه يعني اين تسأل بها عن المكان يبقى احنا عرفنا اه اين تسأل بها عن الايه المكان زي ما اقولك مثلا اين تذهب في المساء انا كده بسألك ايه بقولك انت بتروح فين بالليل اين تذهب في المساء بسألك عن المكان اللي انت بتروحه فين في المساء طيب الى الحديقة اذهب الى الحديقة يبقى انا كده سألتك عن ايه انت فهمت ايه اول ما شفت اين دي فهمت يا ميس ان انت بتسأليني عن المكان زي ما قلتلك اين تذهب في المساء قلتلي ايه الى الحديقة طيب مثلا ما اجي اسألك وسؤاله اين تذهب يوم الجمعة هتقول ايه اذهب الى بيته جدي انا بذهب الى بيت جدي تمام كده سألتك عن المكان اللي انت بتروحه طيب يبقى اين تسأل بها عن الايه المكان خامس انا معنا النهاردة وهي متى وهي ايه متى طيب متى دي انا بسأل بها عن ايه يا ميس تسأل بها عن الزمان او الوقت الوقت مثلا اللي انت بتصحى فيه من النوم الوقت اللي بتروح فيه المدرسة الوقت اللي بترجع فيه من المدرسة او الزمان ده طيب لما اقولك مثلا متى تستيقزه صباحا يبقى انا كده فهمت ان متى بتسأل عن الزمان او الوقت اللي انا بستيقص فيه صباحا متى تذهبوا الى المدرسة صباحا متى تذهبوا الى النادي مساء وكذا يا سنقولة يبقى متى بسأل بها عن الزمان سادس ادامة عانا النهاردة يا سنقولة وهي ايه كيفة وهي ايه كيفة كيفة دي سنقولة انا ممكن اسأل بها مثلا واحد عن ايه عن الحال يبقى تسأل بها عن الحال وكمان مسلا بسأل بها عن وسيلة الايه المواصلات يبقى كيفة تسأل بها عن الحال ووسيلة الايه المواصلات زي ايه مثلا ناسا نقول زي ما قولك كيفة حالك انا كده بسألك عن حالك اتقول لي ايه بغير يبقى انا بسألك على حالك بسألت بستخدم ايه كيفة طب لما جات تجي مسلا واحد صاحبك انت تقابلت انت وصاحبك الصبح فبتقول له إيه كيف تذهب إلى المدرسة هو ممكن يقولك إيه بالسيارة بالسيارة تمام يبقى كيف تذهب إلى المدرسة بالإيه بالسيارة يبقى احنا عرفنا إن كيف تسأل بها عن الحال ووسيلة إيه المواصلات طيب سابح حاجة معي النهاردة وهي كم وهي إيه كم طيب كم دي أنا بسأل بها عن الإيه كم عدد الأقلام معك كم عدد أصحابك كم عدد زملائك في الفصل كم عدد إخوتك أنت فهمت إيه أنا عايزة أعرف إيه أو أنا بسألك عن إيه بسألك عن عدد حاجة معينة زي ما بسألك دلوقتي وأقول لك إيه كم عدد زملائك في الفصل أنت هتقول لي إيه خمسون يبقى أنا كده سألتك عن عدد أصحابك في الفصل قلتلي إن هم كام خمسون يبقى أنا كده فهمت إن عددهم كم؟ خمسون يبقى كم تسأل بها عن العدد كم تسأل بها عن إيه سنة أولى؟ العدد طب يا سنة أولى تامن حاجة معي النهاردة أو الأداء رقم 8 من أدوات الاستفهام وهي لماذا؟ وهي إيه؟ لماذا؟ طيب يا سمس لماذا دي؟ أنا بسأل بها عن إيه؟ عن السبب زي مثلا واحد صاحبنا مبارح كان غايب مجيش المدرسة مبارح فأنا أسأله أقول له إيه؟ لماذا لم تأتي اليوم؟ لماذا لم تأتي إلى المدرسة اليوم؟ لماذا لم تأتي إلى المدرسة اليوم؟ أنا لما روحت كلمته في التليفون بقول له إيه دا؟ أنت ما جيتش للمدرسة النهاردة إيه السبب؟ أنا عايز أعرف السبب اللي ما خلكش جيت المدرسة النهاردة فردت علي قلتلي إيه؟ لأنني كنت مريد علشان أنا كنت إيه؟ مريد يبقى لماذا أنا بسأل بها عن السبب أنا بسأل بها عن السبب زي مثلا أنا أقول لك إيه سؤال مثلا هلقول لك لماذا تشكهد في دروسك هتقول لي إيه لأنجح عشان أنجح عشان أصعد بابا وماما علشان كمان إيه السبب كمان إيه إن أنا أخذ موطني لما أقبر يبقى أنا كده لما بسألك بلماذا بسألك عن سبب حاجة معينة زي لماذا لم تأتي إلى المدرسة اليوم لأنني كنت مري يبقى عرفنا يا سنة أولى النهاردة أدوات الاستفهام بتاعتنا وعرفنا إزاي نعمل أداء سؤال والسؤال ده بنعرف نكونه إزاي وعرفنا أنت النقطة بتتحط في نهاية الجملة وإن عالمة الاستفهام في التحط في نهاية السؤال وقلنا إن أدوات الاستفهام هي إيه ما وماذا ومن وهل وأين ومتى وكيف وكم ولماذا تاني هقولهم تاني مركز معي ما وماذا ومن وهل وأين ومتى وكيف وكم ولماذا وعرفنا يا سنة أولى استخدام كل أداء بنستخدمها في إيه وإزاي نعمل سؤال بالأداء دي وإن شاء الله بإذن الله يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وكونوا فهمتوا الدرس معي كويس وده يا سنة أولى حل الكتاب المدرسي معي النهاردة وإن شاء الله بإذن الله سنقوله أشوفكم في فيديو جديد السلامة اشتركوا في القناة